أهلا بكم مشاهدين بينما تتفاقم أثار سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل في غزة حيث تعيش العائلات في شمال القطاع على ما متوسطه 245 سعرة حرارية فقط في اليوم والأطفال حديثي الولادة لا تتخطى أوزانهم الكيلوغرام الواحد رأت صحف أجنبية أن المجاعة التي تهدد سكان غزة تتطلب من الولايات المتحدة والحكومات الغربية أكثر من مجرد تحذير لنتنياهو صحيفة الاندبندنت البريطانية توقفت عند سوء التغذية والجوع في شمال غزة حيث يعتقد أن أكثر من 300 ألف شخص ما زالوا محاصرين ولا يصل إليهم سوى القليل من المساعدات وتنقل عن منظمة أكتفام أن إسرائيل تتخذ خيارات متعمدة لتجويع المدنيين وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع بعد استهداف عمال الإغاثة وحذرت من أن آثار الجوع تتفاقم بسبب تدمير إسرائيل البنية تحتية المدنية بشكل شبه كامل بما في ذلك المستشفيات وخدمات المياه وأيضا الصرف الصحي وبحسب المنظمة فإن الأسر في شمال غزة تضطر للعيش على أقل من علبة فول يوميا منذ يناير الماضي أي ما متوسطه 245 سعرة حرارية في اليوم أي أيضا أقل من 12% من متوسط السعرات الحرارية اليومية الموصبها وتشير الصحيفة إلى أن منظمات الإغاثة تخشى الآن من أن المجاعة ستكون القاتل الرئيسي التالي الذي يطارد القطاع المحاصر كما نقلت عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن ثلث الأطفال في غزة تحت سن الثانية يعانون من سوء التغذية وأن الأطفال الحديثي الولادة يعانون من الجفاف والهزال ولا تتخط أوزان بعضهم 1.2 كيلو جرام لدرجة أنه كان من الممكن رؤية أضلاعهم صحيفة تيل جوردين لبريطانيا تناولت تزايد الغضب الدولي من إسرائيل وتحديدا التحذير الذي وجهه بايدن لي نتنياهو بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة واعتبرت أن قتل القوات الإسرائيلية سبعة من عمال الإغاثة دفع الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أوروبيين آخرين إلى رسم الخط الذي كان ينبغي عليهم وضعه منذ فترة طويلة وأن هذه التحذيرات متأخرة للغاية بالنسبة لعشرات الألاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء وأيضا الأطفال يواجهون القتل والمجاعة وأضفت أن قتل أو مقتل عمال الإغاثة صلت الضوء على زيف مزاعم إسرائيل بشأن تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وقد أصبح ذلك أكثر وضوحا في شهادة مسؤولي المخابرات حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف والقواعد المتساهلة للغاية بشأن قتل المدنيين وتشير الصحيفة إلى أن فتح ممرات المساعدات في أعقاب دعوة بايدن يعزز حقيقة أنه كان ينبغي على حلفاء إسرائيل أن يتصرفوا بشكل حاسم في وقت سابق المطلوب تحقيقه الآن هو وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين وتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية بدونه شكك أليكس بيسيون بأن يكون التحذير الذي وجهه بايدن لنتنياه نقطة تحول في العلاقة بين واشنطن وإسرائيل ورأى أن افتقار بايدن إلى الحزم مع إسرائيل أصبح من الصعب تبريره وتحركه الأخير الأتى بسبب الضغوط الداخلية وبعد أن أصبحت قضية الحرب على غزة في قلب المناقشات على كافة مستويات السياسية الأمريكية وأضاف أن وضع بايدن حساس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وهو عالق بين الدعوات داخل حزبه إلى وقف دائما لإطلاق النار وبين الدعم التاريخي لإسرائيل مضعف من إشاراته المتناقضة بشأن الحرب على غزة واعتبر الكاتب أن فتح إسرائيل نقاط عبور إنسانية جديدة قد يشكل انتصارا لجو بايدن لكنه لا يحل قضية رفح الشائكة وبحسب الكاتب من المؤكد أن مسألة الدعم العسكري التي تقدمه واشنطن لإسرائيل ستنتهي إذا قرر تنفيذ الهجوم دون تقديم ضماناتنا بشأن حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية لكن مسألة تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل سيستغلها خصوم بايدن ضده من جهتها توقفت صحيفة نيويورك تايمز عند تأهب الولايات المتحدة وإسرائيل تحسبا من رد طهران على استهداف قنصليتها في دمشق ما يثير مخاوف من نشوب حرب واسعة ونقلت عن مسؤولين أمريكيين في واشنطن والشرق الأوسط إنهم يستعدون لرد إيراني وتم وضع القوات الأمريكية بالمنطقة في حالة تأهب قصوى وفي المقابل قال مسؤولان إيرانيان للصحيفة إن إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى واتخذت قرارا بأنه يجب أن ترد مباشرة على هجوم دمشق لردع إسرائيل وبحسب نيويورك تايمز يقدر المحللون عسكريون أمريكيون أنه من المرجح أن إيران نفسها ستوجه ضربة لإسرائيل بدلا من قيام حلفائها بمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة مشاهدين هذا كان كل شيء العودة لديما لاستكمال هذه التخطية اشتركوا في القناة